هلو؟ هلو؟ هايدي؟ هلو؟ لا طبعاً في مشكلة أول حاجة كان في خطورة على حياة صاحبك تاني حاجة أنتو مدفعتوش أصلاً فلوس المستشفى تالت حاجة بقى أخدتو الكرسي بتاعي العيانين وده في موظف مدع عليه عهدة يعني ممكن يدفع تمنه أنا مش فاهمة بس أنت عملته كده إزاي؟ واحدة واحدة بس يا ملك الرحمة أنت أول حاجة كبداكي مفيش خطر على حياته ده وقت بسبعة ترواح وطاني حاجة دي مش تاشفى حكومية هتفعلك الفلوس كلها على دائر تعريفة وبالنسبة للكرسي يعجبولك وعناها اللي اتنين وفيه بوصحانك كمان بس يعني يعني أيوة تحاجة كده لمغزة كده في سؤال سئيلي يعني عايز أقولهلك قولي يا عم السئيل بالآخر كده أنت عارفة أن إبراهيم من ساعة ما خرج من المستشفى ما حدش غاله عالجرح لعلى الحقن أي حد يدهاله وأنا ممكن أدهاله بس يعني مش أي حد يغاله عالجرح وأنت عارفة أيوة بس دي ما فيهاش رزالة ولا حاجة ده شغلي عادي يعني ما فيه مشكلة تانية يا قبله ايه بقى؟ إبراهيم ساكن فوق السطح وفوق قوضة من آخر كده عزبانجي لوحد وعد وحده يعني آآآآ بأفلام عربي بقى ويا روح ما لاقيش أصلا ولا فيه إبراهيم ولا جرح وأقولك هوافين تقولي راح مشوار والكلام الفاضي ده صح؟ اخصى عليك يا الله ايه الأفلام اليهنت اللي انتوا لها ديت؟ دا لو كعب رجلك بال هغطهولك إن شاء الله أعطى حتة من جسمي موتعرفيش مين سوك الحلواني الجدعانة الشهامة الطربي الأصيل خلص يا عام شوي كده ما كانش قصدي وع العموم أنا أخد أمي معانا مع أن أمي ما تفعش تطلع السلم دي ستة كبيرة بس أخدها عشان انت ما تزعليش أقولك حاجة أمي دي ستة طيبة جدا 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 كل المنطقة بتحبها أقولك حاجة أي سرة عندك قلوه لها لا يمكن تطلعه أبدا يا واحدة بس أم سوكا يا عسل الأم المثالية أم سوكا حبيب قلبي وحشان يا أم مين يا واد البت اللي انت جايبها في إيدك دي حتى لأحمر ولأخضر ولابسالي الشئ الفلاني يا أما دي قبل هجر جاي الإبراهيم تغيرله على الجرح أه تغيرله على الجرح يا أما كلميتك يا أما ولا تزدلتك على طرف وتدسلي على طرف ليه وتكلمني ليه وأنا مالي ومالي العلم دي أساساً يعني وبعدين هي طالع على إبراهيم عشان تغيرله على الجرح وهو جدع وأحد الواحد في الشقف هم؟ معناتها إيه دي بقى إن شاء الله أقولك يا أما دي ميت مقدبة ومتربية ومن الآخر دي شغلتها بقى يا أما شغلتها؟ شغلتها يا شغلتها هو أنت يا واد ما بتشوفش تلفازيون؟ ولا ما بتشوفش تلفازيون؟ منتهبل وعبيط ومخبل يا والا تشوف القصة متسبسبة تتسرسب وراها على طول بقولك يا أمه تعال اطلع معنا عند إبراهيم أبل الهاجر مش عايزة تطلع بتقول ما ينفعش أطلع شقة فيها اتنين عزاب لأ يا أخويا أنا ركب الروماتيزم وكلهم وما قدرش لا طلع ولا نزل بس أقولك يا واد لا أنا هطلع ما طلعش ليه؟ ما يبقاش عيلي في أيدي وأقول راح فين شدي إيدي يا والا تعال يا أمه فضل ايه؟ يا أبلا هاجر استنى يا واد الحاجات بهيات إحنا هنسبها كده هو تتسرق يا والا مش هتسرق يا واد أليا لتنين يا أمه شين يا أخويا شين عضري يا أمه أهو يامه خلصين يا يامه ودي كمان البصل أهو يامه زك يا خالف أهلا يا حبيبتي أهلا وسهلا أنت حلوبة وزي الأمر أهو يلا يا واد يلا يامه يلا يامه وان شاء الله عليهم يلا يام يامه لا انكي والله ولا كوز العسل LIVE أنت عارفت حريطنا ده liches كلها كده وعلى بعضها مفيش فيها ملاك راحمة ده خلوا أبدا diagnose كل اللي بي debates لنا ملايكة عذاب يا ربي ملايكة عذاب ام الله يامه فيم من أيام شهر العسل ماكرتش الحمام الحلو ده من إيديكي لأي يامه ليه ليه حربانه منه ليه بالهامة والشفاة يا سلمتي انت بتتعب يا اخوي يا رم عظمة انا الولى بس شبه للبيت وهدته لا يمات يتبخ لك الزفر ان كانت الحكاية كده انا جبني الخدم وعشم يقوموا بشغل البيت والتفراغي انت لحكتين بس ايه هم؟ المبخ ووقت النوم انا لا عاوز اخدم ولا حاشب ما لا عاوز ايه انا ولو انا عاوز اراقل ايه ايه؟ راجل؟ مال انا ايه؟ ترفي الدولار؟ وانت يعني يا راجلي ترضالي ان الاسمها كوريا دي كل ما تشوفني تمرمت بكرامتي الارض وتهزقني ايه؟ ولا يهمها كبير ولا صغير لا راجل ولا حرمة حملتك ايه بالترمداز دي تاني صدت نفسها المسا هقولك ايه ولا ايه؟ ولو حكيتلك يعني هتجيب لي حقي امتلت وامتلت واخليها لما تعد عليك تديك تعظيم السلام امول ايه؟ ولو ما عزلت الكلام ده؟ قولي علي يا مرة فاشر ده انت راجل ويسيد الرجالة يعني همو مخزل سناني بالفرشة والصابون يا نو نو خليك ما تفرقش انا نفسي افهم يا بيتي يا هاجر انت ايه اللي عدبت في الشغلانات مالها يا خالتي شغلانتي ده انا بحبها قوي يا سلام طب قولي انت يا كبداكي قولي انت شاهد على زمان البت دي دي بحب الشغلانات دي ليه؟ انت ليه محسساني انها رقاص انا هقولك يا خالتي انا بحب فيها ايه؟ هاد بريعك بلا بالراحة يتحب فيها ان هي بتخفيف وجهة على ناس كتيرة قوي وممكن تنقص حياة بني ادم امه تموت لو جراله حاجة ولا يكون عنده بنت تتيتم من بعضه بالراحة بالراحة انا اتحشرت بقى انت خاني بقى والنا شوف هات ايدك بقى شوف انا قلت الكلام ده من قبل كده هو تندولت شغلانتهم الكلام وبس يا امو سوكا في ايه؟ ده دكتورة الدكتدولية سيبك مان امهاجر ده عالم جاهلة ما تعرفش حاجة انا وانت متعلمين زي بعض ما تشوف امك سوكا ااكب ده ااكي ام انا برضو اللهم اصلى على النبي واخد الاعدادية ومكمل بقيت عالمي الموهبة تسمع حاجة بالموهبة؟ لا احنا حنان حاجة صغيرة بس لا لا حنان حتى قولي امه ودارت الى ايام اسمع الموهبة اسمع الموهبة انا لا 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 انا بعشاء كانت ترارا وانا كل ليلة كانت انا 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 اشتركوا في القناة اما ه Ray موسيقى هلو هاي هاواريو إيه الأخبار؟ تمام إيه رعيك بقى في الجو؟ تعرفي؟ آخر مرة حضرت حاجة زي كده كنت في الجامعة لا بقولك طول ما انت بتعجز نفسك هتفضل عجوز عيش 18 سنة هتفضل طول عمرك 18 سنة أوكي بص بقى أنا حطيتك في المالي هتسيب لي نفسك خالص هخليك تعمل حاجات عمرك ما عملتها في حياتك أوكي؟ أوكي يلا بي ياس ندي من استيراد ندي أليس تبقى؟ شكرا